لما نيجي نتكلم عن سرطة الأرحام ناس كتير قوي بتتكلم عن سرطة الأرحام لكن بتيجي لما تنفذ تنفذ بشكل مختلف بتختار من الأرحام من تصله هل ده ينفع ولا ما ينفعش طيب الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي هو الوقاية من الغواية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية سيدي يا رسول الله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم في البداية ديننا الحنيف ما من شيء يدعو إلى تقوية أواصر الصلاة بين الأفراد والأسر والمجتمعات إلا ودعا إليها ومن أفضل الأشياء التي تدعو إلى تقوية أواصر هذه الصلاة صلة الرحم لذلك تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في أن تدعونا إلى هذا إلى أن نصل أرحمنا لأن صلة الرحم ليست أمر اختياري وإنما هي أمر إكباري صلة الرحم ليست سنة وإنما هي فرض واجب على كل إنسان أن يصل رحمه لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم يعني الله عز وجل يدعونا إلى أن لا نعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يقطعون أرحامهم وكانوا يفعلون أشياء لا تستطيع النفس البشرية أن تتحملها فجاء رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى صلة الرحم وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الأسرة والمجتمعات لن تكون متماسكة ومترابطة ومتكاتفة إلا بهذا الخلق هذا الخلق العظيم لذلك أي مجتمع من المجتمعات لا يصل أرحامه تجده يعني مجتمعا متفككا مجتمعا ليس له كلمة واحدة تجمعه عشان كده سبحانا خلينا نكون أكثر تحديدا لما الناس ما هو ما فيش حد بيبقى مقطع كل الناس كده وخلاص بيختار ناس يقرر إن هو يتواصل معهم الاختيار ده بيبقى على أساس معايير يا إما نفسية يا إما معايير مصلحة أيا كانت هل ده ينفع ويجوز ما هو ده راحم برضو ولا كل الأرحام سواء قدام الله سبحانه وتعالى هو لا شك إن الأرحام على درجات متفاوتة فالأرحام درجات متفاوتة يعني إيه يعني مثلا الأقارب من ناحية الأب الأقارب من ناحية الأم تلاقي فيه أقارب من بعيد لا شك إن إحنا مأمورين إن إحنا نصل الأرحام الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب بدوائر القريبة بالضبط كده وموضوع صلة الرحم زي ما قلنا قبل قليل إنه هو مش على سبيل الاختيار ده هو على سبيل الوجوب لذلك الله عز وجل لما خلق الخلق وفرغ منهم قالت الرحم يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله عز وجل نعم أما ترضينا أن أصل من وصلكي وأن أقطع من قطعكي تخيل يعني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقروا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم عشان كده لازم كل واحد يراجع نفسه للأسف الشديد نلاقي ناس كتير يعني مقاطع أرحمهم ويروح يعمل عمرة يعني يقطع رحمه ويروح يتصدق بمبلغ معين للمقاطعة أو في هذه الجزئية تحديدا شيخ عبد الله أسباب كثيرة جدا السبب اللي إحنا دايما بيتم الكلام عنه الانشغال مجغولات الدنيا إقاع الحياة السريع جدا ما بيخلناش نسأل على أرحمنا وزي ما حرك قلت اللي هي الدوائر الأولى الأقرب يعني انشغال الناس ده مبرر في عدم صلة الرحم ده سؤالي والسؤال الآخر كمان كيف يمكن أن نقدم للإنسان المسلم أنه صلة الرحم لها فضل واسع في زيادة الرزق وفي تقوية علاقة العبد بربه لأنه هي فرض علي على الهدي القرآني والهدي النبو بل صح هو أولا الانشغال ليس مبررا لأن يعني كل الناس منشغل عشان كده مكلمة التليفون مش هتخليك من قاطع رحمك يعني مكلمة التليفون حد تلوكلم بالضبط رسالة على الواتساب رسالة على الفيسبوك تبعط له هدية تسأل عنه بطريقة أو بأخرى كده أنت مش هتكون من اللي بيقطعه يعني أرحمك وده نوع من صلة الرحم بش لازم الزيارة المباشرة بالضبط يعني لا يشترط الزيارة المباشرة مدومت مشغول ومدام فيه عذر مانع أن أنت تروح بنفسك يكفي أن أنت تبعط له هدية لذلك الصلة كذلك على مراتب متفاوتة يعني الصلة قد تكون بالإنفاق قد تكون بالسؤال قد تكون بالزيارة قد تكون بالهدية متفاوتة وحضرتك يعني ذكرت شيء مهم جدا قد تكون بالدعاء عن ظهر الغيب بالضبط بالضبط المهم أنه ما يكونش فيه تقاطع كامل ما يكونش القلب فيه حقد وحسد وكراهية وبغضاء للأرحام لأن للأسف فيه أمثال شعبية متوارثة هذه الأمثال يعني مدمرة ومخالفة للأسف للكتاب والسنة يقولك الأقارب عقارب الخال وبال العمهم كل هذه الأمثال مخالفة تماما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك يعني ذكرت شيء مهم جدا أن صلة الرحم سبب في سعة الرزق صحيح وسبب في إطالة العمر ومن هنا يأتي السؤال الذي يدور في أذهان كثير من الناس إزاي الرزق مقسوم والأجل محدود فإزاي حاجة زاديك هتغير هذا الأمر الذي يعني كتبه الله عز وجل خلينا نقول أن صلة الرحم العلماء تكلموا أن الزيادة في الرزق والعمر قد تكون على الحقيقة يعني زيادة حقيقية يعني الله عز وجل كتب لك أنك ستعيش مثلا ستين عاما لكن إن وصلت رحمك سيزاد لك في عمرك مثلا أشرين عاما آخرين واستدلوا بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وبعضهم قال أن البركة أو هذه الزيادة تكون بالبركة بالبركة في العمر وده يعني الأقرب بمعنى حضرتك عشت أربعين عام فقط لكنك أنجزت في الأربعين عاما ما لا ينجزه غيرك في ثمانين عاما حضرتك ربنا بارك لك في عمرك فأنجزت في عمرك إنجزات وحققت أهداف كبيرة جدا غيرك لن يستطيع أن يحققها في عمره كله ليه؟ بسبب حضرتك بتصل الرحم وهو قاطع رحمه فتلاقي كذلك في الرزق حضرتك تتقاضى يعني راتب بسيط جدا لا يكاد واذكر لكن سبحان الله يكفيك ويكفي أولادك ويكفي متطلباتك بل ربما يفيد منه ربما تتدخر منه للأيام المقبلة ده معنى البركة في الرزق والبركة في العمر بالضبط في حين إن غير حضرتك يتقاضى يعني راتب كبير جدا ما إن يمر ثلث الشهر أو نصف الشهر إلا ويلجأ للاقتراض والاستلاف ليه؟ لأنه مقاطع رحمه عشان كده أي حد يريد أن ربنا عز وجل يبارك له في عمره يبارك له في رزقه يبارك له في أولاده في صحته ما عليه إلا أن يصره من سره تخيل قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أفره فليصر رحمه تخيل يعني حتى بعد عمر طويل حينما تموت تجد سيرتك طيبة الناس دائما يذكرونك كأنك لم تموت لأن الحياة الحقيقية ليست حياة الجسد وإنما حياة الروح حياة الذكرى حياة السيرة الطيبة جميل في طبيعة البشر في بعض الأحيان يعني في مواقف حياتية إحنا مش مجتمع ملائك هناك مثلا بعض الحالات أنه أنا بسأل على أقاربي مرة في مرة وهم لا يبادلونني السؤال يعني حينما وطبيعة البشر حينما أسأل على شخص معين أو على قريب لأكثر من مرة وهو لا يبادلني مثل هذا الود أو هذا الشعور هناك مسلم كيف أتصرف طيب سؤال حضرتك مهم جدا وللأسف يعني ناس كتير بتفكر أنه داعي وسبب ومبرر أنه ما يسألش إحنا خلينا نقول أن صلة الرحم أصلا الواصل يعني إيه الواصل يعني أنا أسأل عن حضرتك حتى لو أنت ما تسألش لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك صراحة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها يعني إيه يعني فيه ناس يقولك هو مجنيش فرح ابني مش هروح فرح ابنه هو مجنيش لما كنت طالع مثلا عمرة أنا مش هروح له طالع الأم هو مجنيش في المناسبة الفلانية فأنا مش هروح له في المناسبة الفلانية يا سيد الفاضل هذا ليس من باب الصلة ده ده مكافئة يعني النفس البشرية بطبيعتها والتي فطرها الله عليها أنها بتحب أنها تبادر الإحسان بالإحسان حضرتك ما فيش بينه بينك رحم لكنك أحسنت إلي استقبلتني بشكل منظم فأنت حينما تأتيني سأستقبلك بشكل منظم وأبادرك الحسن بالحسن ليست هذه صلة الرحم لكن الواصل من إذا قطعت رحمه أهلي ما بيسألوش عني أهلي ما بيجونيش في المناسبات لكن أنا أسأل عنهم وأنا اللي أبدرهم بالسؤال هذا هو المعنى الحقيقي لصلة الرحم التي يترتب عليه فعلا البركة في الرزق والبركة في العمر ويترتب عليه دخول الجنة خلي بالحضرتك لو لم يكن هناك ضرر في قطيعة الرحم إلا أن قاطع الرحم لا يدخل قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع هذا في حد ذاته أمر مرعب أمر مرعب جدا ليه؟ يعني الدنيا تسعك وتسع أخاك وخلي بالحضرتك المعركة اللي بنشوف في كل بقاع الأرض بين الأرحام هذه المعركة الفائز فيها خاسر الفائز فيها يعني الفائز كلما ازداد في فوزه في وجهة نظره هو خاسر كلما ازداد يعني شيء بسيط يحصل بين الرحم شيء بسيط جدا لازم تدور راح الحرب بينهم واللي بيفوز ويشتكي رحمه ويؤذيها بشتى الطرق يظن أنه انتصر لكن في الحقيقة والله هو الخاسر طيب في بعض الأحيان البعض يصل رحمه والرحم مش عن كرهة ولا عن أي حاجة ولكن لديق الوقت ولا ديق الظروف الوقت وإحنا شايفين مشاغل حياة الشغل الناس في البيت نفسها الوحدة الأب والأم والأولاد ما بيبقوش متحليهم هم نفسهم أنهم يقعدوا مع بعض الجوة نفس البيت من كتر الانشغال في كتير من الأوقات لو حد فضل يوصل الناس وهم مش مساعدهم وقتهم حتى أنهم يتقبلوا أو يستقبلوا وإحنا عارفين أن برضو دينا يعني بيحصينا على أن إحنا استأذن قبل ما نروح البيوت بالضبط هنا التصارب بيبقى عامل إزاي؟ بالضبط لأن برضو المسلم عزيز ما ينفعش أنه يفضل يبادر طول الوقت دين منظم جدا ودين كله إنجاز التعبير كله أتكيت والإسلام عمره لم يكن همجي في أي شيء الناس كل رحم أدرى برحمه يعني أنا هزور خلتي هزور عمتي هزور عمي هزور أي رحم لي أكيد أنا أدرى بحالتهم أنا أدرى بنظامهم أنا أدرى يعني متى يكونوا موجودين في البيت إمتى بيكونوا مش موجودين إمتى بيكونوا في العمل إمتى بيجوا من العمل فبناء على هذه المعرفة أحدد موعد الزيارة وإحنا خلينا زي ما قلنا في الأول صلة الرحم ليست بالزيارة فقط وإحنا يقول لك والله أنا باجي من الشغل متأخر بنام بصحة بروح للشغل ما فيش وقت خالص أن أنا أصل الرحم يا سيدي اسأل عليهم بالتليفون ابعت لهم هدية بسيطة في يوم الأجازة يعني زرهم ادعوهم لزيارتك أنت المهم أن يكون هناك تواصل لازم في تواصل لأن زي ما قلنا خد بالك قاطع الرحم ملعون ملعون تخيل مطرود من رحمة الله لا يدخل الجنة تخيل ملعون مطرود من رحمة الله بسبب أنه قاطع رحم وإحنا بنفكر أن قطعة الرحم يقول لك إزاي هو اللي غلطان فيه إزاي أنا أتنازل عن مبادئي وأتنازل عن كرامتي وإن أنا أروح أزور وزي ما قلت لحضرتك تلاقيب يسعى يتصدق ويذهب ليعتمر وأصلا النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا خطيرا جدا قال ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين ويوم خميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا تخيل إلا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء يعني حضرتك لو مخاصم حد في ضغينة في مقاطعة بينك وبين حد عملك لن يقبل ولا تخيل حضرتك تبذل المال في الصدقة وتصلي وتصوم وتتقرب إلى الله بشتى أنواع الكربات لكنها لن تقبل ولن ترفع بسبب أنك على قطيعة مع رحمك فزي ما قلنا دائما يعني أكرر وأقرر صلة الرحم ليست أمرا ليست تفضلا منك وليست أمر اختياري زي بقية الأمور وإنما واجب عليك أن تصر رحمك كما واجب عليك أن تصلي وتصوم واجب عليك ومن يصل الرحم مجتمعيا يتكون علاقته بالمجتمع وبأقرانه وبمحيطه جيدة جدا يعني خيركم خيركم لأهله وبيته وأنا خيركم لأهله المسلم المسلم طبعا لازم يكون اجتماعي لازم يكون اجتماعي خصوصا مع الرحم طيب على هذه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ولو حابين من حضرتك يا شيخ عبد الله نتعرف أكتر على السيرة النبوية وسلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع رحمه وأقربائه يعني عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يعني كان الرسول يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله بالضبط فكيف كان يتعامل مع رحمه أخذ بالحضرتك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل الرحم قبل مبعثه وبعد مبعثه يعني تخيل السيدة خديجة رضي الله عنه لما أردت أن تهدئ من روعه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قالت له إنك لتصل الرحم وحتى بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس في صلة الرحم وزي ما قلت لحضرتك العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشبه ما يكون بأنه يعيش في غابة يعني يقطعون الأرحام تماما وما كان لهم أن يصلون أرحمهم إلا بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم وحثهم وحضهم على أن صلة الرحم توسع الرزق وتؤتي ثمارها في البركة في الأولاد وفي المال ودعاهم إلى ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو لا بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم لما خرج الناس من الظلمات إلى النور ولما خرج الناس من الجهل إلى العلم صلى الله عليه وسلم عشان كده دائما نكرر إن صلة الرحم واجب على كل إنسان لا بد أن تصل رحمك أي نعم ممكن هم مخطئين هم السبب لكن عشان كده هي أجرها عظيم ليه صلة الرحم أجرها عظيم عشان هي صعبة عن نفس عشان مش أي حد يجيد هذا الفن من التواصل مش أي حد يستطيع أن يصل رحمة في واحد بمجرد شيء بسيط لا يكاد يذكر تلاقي قطع الرحم تماما وعلى طول خد جنب مع أن كان ممكن يتلاشى الموضوع من أوله كان ممكن يتلاشى المشكلة ويقتلها في مهدها لكن بأنه يتجاهل لازم يكون عندنا نوع التجاهل فن التجاهل فن التغافل لازم كل ده يكون عند الإنسان شيخ عبد الله صبح عبد الرقوف الوعد بالأزهر الشريف شكرا جزيلا على كل هذه الرسالة القيمة ومحتاجين نراجع نفسنا أي حد مقصر مع رحمه يعني ما فيش أهم وأجمل من الكلام اللي قاله شيخ عبد الله وكلام بينبهنا أنه نازم نراجع علاقتنا مع أرحمنا لا يدخل الجنة قاطع رحم يعني الجنة محرمة على من يقطع رحمه ودي إشارة مهمة جدا على ضرورة أنه نسأل على أقاربنا وأرحمنا حتى بمجرد الرسالة أو المكالمة التليفونية من وقت لوقت تاني